السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميدي في سنة الرابعة متوسط ولا حتى أولياء تلميذ لم يشوفوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم راح نحلو نموذج آخر من فرض الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية والحياة إذن يلا أبنائي دلنا الملخص تعنا اللي رائع شافوه الكثير من تلميذ الرابعة متوسطة حتى نحطوه لكم في رابط الوصف دلنا كذلك الفرض الأول معتنا الموذج الأول وقد ما قدرنا نحلو من التمارين والمواضيع بشكل كذلك نكونوا مستعدين مئة بالمئة علش نحل قد ما نقدر لأنه نلاحظ بلي تقدر التمارين تتكرر نقدر ناخد أفكار جديدة نتعلم حاجات جديدة في كل موضوع يلا بدون إطالة نبدأ كالعادة نقرأ الموضوع التعالي نفهموه وفي الأخير نبدأ الحل مع بعض الوضعية الأولى عليها ستنقاط يقول لتناول شخص وجبة غذائية تتكون من نشاء بروتينات دسم وأليف علما أن هذه الوجبة ستخضع لتحولات داخل أمبوبه الهضمي اعتارك زمليح وحكموا قرم الرصاص ولا سيالتكم وحوطوا على كامل أبنائي الأغذية لتناولها لأنه سنحتاجها أول سؤال حدد محطات هضم الأغذية بالترتيب إذن سؤال ويقول لي في كل من الأغذية سواء النشاء وشنه المحطة تعله هضم البروتينات وين نهضمها الدسم وين نهضمها والأليف إذا تتحضع يلا أكمل الجدول إذن يلا هالجدول تعيق للغذاء أعطوني نشاء بروتينات ودسم الإنزيم المسؤول عن هضمه والناتج النهائي إذن هذه بالنسبة إلى الأنزيمات اللي قلنا لازم علينا نحفظها ثالثا بماذا تسمى نواتج الهضم؟ معنا النواتج النهائية ماذا أسميها؟ هي كانت غذاء؟ واش تقول لي في الأخير؟ أحن نشوفه فالسل لماذا لا تفكك الأليف؟ معنا الأليف علش ما عندهاش إنزيمات تتفكك؟ مفهم هذا السؤال مهم جدا وقلنا يتعاود كثير هذا بالنسبة للسؤال أولا 80 الأول مر للوضعية الثانية أولا 80 الثانية ستنيقات كذلك يقول لي من أجل تحديد مقر الامتصاص نقدم إليك الوثيقة التالية التي أخذت من الأنبوب الهضمي عند الإنسان إذن يلا ورأي الوثيقة التعليل هي هذه اللحمة نفهم؟ إذن بلا ما نقول اسم الوثيقة لأنه راح نحتاجها ضع عنوانا مناسبا للوثيقة إذن هذا وشك تشوفه؟ رسم تخطيطي لماذا؟ قلنا دايما كي يعطونا العنوين نبدأ رسم تخطيطي ونقول لهم مش هذك العضو ضع البيانات المطابقة لأرقام واحد نين ثلاثة إذن يلا أبنائي هذا قصدوب واحد تنين هذو اللي يجيين هنا وهذا اللي فلوس ثلاثة أعطاه لكم السهلين كامل حدي الدور العنصرين تنين وثلاثة مع أنتها تنين هذو اللي لهنا تنين اللي في الكتاب المدرسي اللي لو انتحهم واحد بالزرق واحد بالأحمر هذو كهما وثلاثة اللي لو انتعوا يجي رايح أصفر أعطيني وشن هو الدور التاعه استنتج مقر الامتصاص إذن الامتصاص تع المغذية التاعي ونراه المقر ولا الموقع التاعه نمر إلى الوضعية الإدماجية عليها التمنقات يقول ليمثل الشكل المقابل تجربة تهدف إلى فصل مكونات الدم بعملية الطرد المركزي ولا نسموها التثقيل إذن هذه بالنسبة إلى الوضعية رح نشوف الدم ما الغرض من استعمال أوكزالات الأمونيون في هذا التجربة إذن السؤال الثاني سمي العناصر واحد اثنين ثلاثة إذن يلا واحد هذا اللي الفوق وشنو اثنين هذا وشنو وثلاثة وشنو كين تلمد لتحلهم الدم في الفرط كين اللي يخلوه حتى الاخبار إذن مليح حالنا في كلا الحالتين السؤال الثالث التحليل الكيميائي للعنصر الأول يظهر احتواءه على العناصر تالية مع تهد العنصر الأول نصفه ماء جليكوز أحمد أمينية أحمد داسيما جليسيرول شوارد الأملح وفيتامينات إذن حدد دور هذا العنصر بدقة إذن العنصر الأول وشنو هو الدور التاعو يلاحظ أن الغازات التنفسية ترتبط مع مادة توجد في العنصر الثالث سمي هذه الغازات وأعطي اسم المادة التي يتفاعل معها على أي مستوى يتمتح اتحاد الغاز اللي هو ثناء الأكسيجين عفوا وهذه المادة وفي الأخير دال مثل هذا الاتحاد بمعادلة كيميائية يقولنا دايما كي يطلونا الأوتنين بين باللي مورا رح يقول لي اكتب المعادلة الخاصة به إذن يلا ابنائي بيدوني إطالة نبدأ التصحيح تعناتها هذا الفرض مع بعض نسمو بسم الله بالتمرين الأول اللي قال لي حدد محطات هضم الأغذية بالترتيب إذن نبدو بالمحطة اللي يهضم فيها الغذاء اللول هي الفم مع تلحج اللول اللي يدخل فيها الغذاء هي الفم ومن بعد وين إلى المعيدة ثم المعيد دقيق هذا هو الترتيب تحت المحطات التعالى مع تتبدأ هضم الأغذية في الفم ثم المعيدة ثم المعيد الدقيق إذن هذه أهم المحطات تحت هضم الأغذية قلنا لازم بالترتيب يلا أكمي الجدول نعرف بليني شاء وشنو الأنزيم المسؤولة عنه وعلا عن هضمه هو الأميلاس يعطيني في النهاية كامل يعني مور المالتاز إلى غير ذلك يعطيني غليكوز البروتينات المسؤولين عن هضم التاحة هو البروتياز واحد وتنين مع تفزوج وش يعطوني يعطوني أحماض ألمينية الدوسوم بين شكون هو الليباس يمدلي أحماض داسيمة وغليسيرول مفهوم إذن هذه بالنسبة إلى المخططات تعنا اللي درناهم تع الهضم والإنزيمات المسؤولة والنواتج مفهوم اللي قلنا لازم عليناها أن تحفظ بماذا تسمى هذا النواتج إذن تلاحظوا باللي قد ما حلنا فرض ولا نماذج قد ما ننكابتي وكما نحن نقول ولا نشد حاجة جديدة إذن شوفوا تسمى نواتج الهضم بالمغذيات ولا الكيلوس إحنا نعيدولو الكيلوس المعاوي نفس الشي نقول مغذية ولا كيلوس كيف كيف مفهوم إذن هذه من الحالين تعلمنا حاجة جديدة فسر لماذا لا تتفكك الألياف إذن الألياف علاش ما تتفككش وش قلنا الألياف نلقاها كما زيما في الخضر الخضراء إلى غير ذلك أو يقول لي لا تتفكك الألياف لأنها لا تملك إنزيما خاصا بها بل تطرح على شكل فضلات معنا الجسم التاعي يشوف داك الألياف اللي يسفد منها معنا شوية يسفد منها والباقي يطرح على شكل فضلات إذن لا تفكك لأنه ما عنده ما عندهش إنزيم خاص بها إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى اللي سهلة وبسيطة تلاحظوا والله تقدروا تتحصلوا على سهلة وبسيطة قال لي ضعوا عنوانا للوثيقة تعناه ونقولوا رسم تخطيطي لزغبة معاوية هذه الزغبات المعاوية اللي موجودة على كامل وطول المعي الدقيق قال لي ضعوا البيانات إذن يلا بالنسبة لهذه نسموها خلية ذهارية ولا لنفاوية تنين هي شعيرة دموية ونقول وعاء دموي وثلاثة هي الوعاء اللنفاوي اللي يجي قلناه في الوسط أعطوكم غير هذا في الفرض اللول اللي حلنا شفتوا باللي درنا كامل البيانات كل وحدة وكيفاش حدي الدولة العنصرية اثنين وثلاثة إذن وش يدير الوعاء الدموي معتها الدم واللمف وش يديره وش درنا في الملخص الدم واللمف وش يديره ينقلوا المغذيات من ماء أملح معدنية فيتامينات أحمى داسيما وغليسيرال وفهم إذن هذا هو الخدمة تاع وشنو الدم واللمف يلا وشوفنا الفرق بيناتهم الفرق في اللون الفرق في كل شي استنتج مقر الامتصاص إذن سهلة وبسيطة نقول مقر امتصاص المغذيات هي الزغابات المعاوية نمر إلى الوضعية الإدماجية اللي دايما نوصيكم حذاري ثم حذاري ثم حذاري عاوة هذه التخطرات ننساو الوجهة سواء في الفرض ولا في الاختبارات ولا في البعاء حذاري أستاذ ما هي الوجهة؟ الوجهة هي أني نكتب قبل كل سؤال ننقول قبل كل سؤال ما خسرت والو مش إنا نحن نكتبها مرة وحدة وننساها لا قبل كل سؤال ما عدتها رحلنا نحل السؤال والنش نقول اعتمادا على مكتسبات القبلية والسندات فإن الغرض من استعمال الأوكزلات الألومنيوم هي كذا وكذا نفس الشي بالاعتماد على السندات ومكتسبات القبلية فإن العناصر واحدة نتلتها هما هكا وهكا وهكا نفس الشي نلقي سوع لباقي الأسئلة نفهم؟ لأن الوجهة دايما ندع لها عالم في الوضعية الإدماجية نفهم؟ إذن يلا نبدأ بسؤال أول قال يا علش نستخدم أوكزلات الأمنيوم في التجربة إذن معنتها علش نحطها في التجيب إذن يلا ولا في الأنبوب قصدي لعدم يتكتل الدن فيبقى سائلا لتسهيل فصل المكونات بالطرد المركزي معنتها أوكزلات الأمنيوم واحد المادات جاية كما الماء معنتها شفافة نفهم؟ نحطها في الأنبوب بتاعنا باش هكذا كين دير الطرد المركزي معتها نحط الأنبوب بتاعي بعدما مثلا إنسان نحط الدم نحط الأنبوب بتاعي في هذه الجهاز على الطرد المركزي ما يتكتل ليش معتها ما يقول ليش كتلة واحدة نفهم؟ إذن هي اللي تخليلي نفصل ما بين هذا وهذا وهذا نشوفو المكونا العناصر يلا سميلي العناصر قولنا اللي اللولة كامل اللي تجيب اللون أصفل نسميها بلازما اللي تحتها تجي بيضة جغل جاية كيم الفرارة نسميها كورية الدم البيضاء ولا صفائح دموية والثالثة هي كوريات الدم الحمرة فهم سهلة وبسيطة نحفظوها بهذا الترتيب يلا قال لي التحليل الكيميائي للعنصر الأول معتها هذا العنصر اللي هو البلازما نلقوا فيهما جليكوز أحمد أمينية داسيمو كليسيرول شوارد وفيتامين معتها في كل شي حد الدور هذا العنصر بدقة إذن هذا العنصر وشيدير نقل المغذيات من المعيي الدقيق للخلايا ونقل فضلات الخلايا إلى جهاز الإطرح إذن هذا هو الضور تعله بلازما أنه تنقل مغذيات إذن شوفوش فيها هذا وشنو كامل فيها هي مغذيات إذن تنقلهم من المعيي الدقيق إلى الخلايا معتها من المعيي الدقيق اللي كانوا في الزغابة المعاوية تنقلها إلى كامل خلايا الموجودة في الجسم تعله يلا هذا بالنسبة للسؤال الثالث نمر إلى الرابع قال لي يلاحظ أن الغازات التنفسية ترتبط مع مادة توجد في العنصر الثالث إذن الغازات التنفسية نشوفو شنو هما اللي هما الغازين الأوتنين والسي أوتنين أو يقول لي ترتبط بالثالث ونشوفوش راح تدير سمي هاد الغازين دايما شنو هما الغازين اللي هما ثنائي الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون ما فهم هذا اللي نسحقه باش نتنفسه وهذا اللي نطرحه أعطي اسم المادة التي يتفاعل معها إذن المادة اللي يتفاعل معها كوريات الدم الحمراء تتفاعل معها ولا الغازات هادوك يتفاعلوا معه الهيموغلوبين ليموغلوبين معنتها الرمز التاعه أشبي كفهم على أي مسوى يتم اتحاد الغاز وهذا المادة معنتها على أي مسوى يتحد الأوتنين والليموغلوبين وين بالتحديد يعني على مستوى الرئتين بالتحديد الأسناخ الرئوية معنتها أبنائي شوفوا في الأسناخ الرئوية ولا على مستوى الرئتين الهيموغلوبين يتحد مع ماذا مع الأكسجين باش يقدر يكون عندي عملية التنفس يلا ما هي العملية المعادلة اللي لازم يعنينا نحفظها الهيموغلوبين يتحت معك زائد أربعة من الأو تنين هكا بش نوزن المعادلة تعطيني أش بي أو تنين عفوا أبنائي أو تمنية لأنه علاش لازم نوزن المعادلة تانا كي ما كنا نديره في الفيزيك في الثالثة متوسط أش بي عندي وحدة عندي وحدة الأو لازم نضربها هنا أربعة في تنين بش تعطيني تمانية إذن هذا هو الضور الهيموغلوبين إذن كوريات الدم الحمراء وشدير تقوم بنقل الأو تنين من الرئتين يعني في الأسنخرة أيوية من الرئتين إلى الخالية وكيفاش وتنقل السي أو دو من تلك الخالية إلى الرئتين بش هكذا نقدره نطرحه على المعادلة التالية إذن هذا كان بالنسبة إلى فرض العلوم الطبيعية والحياة للفصل الأول للرابعة متوسط كالعادة أبنائي اللي عنده سؤال للإستفساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم بالتوفيق إن شاء الله موسيقى